طيب شخنا يقول إذا رأت المرأة دما ولم تجزم هل هو دم حيض أو غيره فما الحكم وما حكم صيامها ذلك اليوم بالنسبة للدم في الصلفية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن دم الحيض أسود يعرف وفي لفظ يعرف معناها دم الحيض يختلف عن دم الجرحة ودم الاستحاضة فدم الحيض لونه أسود ويعرف أي رائحته كريهة أو يعرف معناه يميز تميزه المرأة عن غيره من الدم ولذلك إذا ميزته المرأة فكان في وقت نزول الحيض العادي وكان لونه بالسواد وكانت رائحته كريهة وكان مع الألم فهذا الذي يميز به دم الحيض عن دم الاستحاضة باللون والريح وبالتألم ورقة وغلظين ميز الدم لا كثرة وقلة حرارة برودة وصفرة وكدرة فهذه الأمور التي لا يقع بها التمييز الأمور التي يقع بها التمييز هي هذا اللون والريح والتألم والغلظ فهذه هي مميزات دم الحيض نعم أما إذا لم تميز فالمرأة مستحاضة طيلة الوقت وتعرف أيام عادتها فإنها تعتبر أيام عادتها تعتبرها حيضا وتعتبر ما زاد على ذلك من الدم استحاضة نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنتي أبي حبيش تحيضي أيام حيضتك فإذا أقبلت الحيضة هذا الإخبار النبوي فإنه قال لا تحيضي ستا أو سبعا في علم الله معناه على حسب ما كنت تحيضين العادة فاعتبري هذه العادة هي وقت الحيض في وقتها وما زاد عليها أعتبره استحاضة هذه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنتي أبي حبيش